من ناجوريس المنطقة المتخمة لأقليم ناجورني كارباخ ينضم إلينا موفدنا سمير عمر سمير أهلا بك تبادل اتهمات إسقاط طائرتين درون أذريتين قصف لمدينة غنجة ما هي التطورات الميدانية وأيضا التبعات السياسية لكل تالك يعني هذه ربما تكون آخر كلمة في شهادة وفاة هذه الهدنة الإنسانية التي انطلقت في الأسبوع الماضي دون أن تعظى بأي احترام من أطراف الصراع سواء أرمينيا أو أذربيجان أو قوات دفاع قليم ناجورني كارباخ غير المعترف باستقلاله يوم أمس واليوم يوما شهد اشتباكات عنيفة على طول خط المعارك في قليم ناجورني كارباخ ومحيطه بل إن مدنا داخل أذربيجان وأخرى داخل أرمينيا تعرضت لهذا الهجوم اللافت في هذا الأمر أذربيجان تقول إن أرمينيا استهدفت مواقع مدنية داخل مدينة كانجل بينما تقول أرمينيا إن هناك قائمة من الأهداف العسكرية موجودة على أرض هذه المدينة التي تعد الثانية أكبر مدينة في أذربيجان كلها مناطق عسكرية هي التي ستكون أهدافا مشروعة لنيرانها عددت على سبيل المثال مواقع لطائرات F-16 تابعة للسلاح الجو التركي منصات إطلاق صواريخ في هذه المدينة ومن ثم تعتبر أرمينيا التي لم تعترب باستهداف مدن أذربيجانية إن هذه الأهداف باتت مشروعة لأنها تنطلق من خلالها أعمال عدائية في تجاه نانون كارباخ وأيضا في تجاه أرمينيا هنا في جوريس بالأمس وفي الحادث عشر مساء سمعنا صفرات الإنذار وطلب مننا وكل سكان المدينة لتوجهوا للملاجئ والمخابئ انتظارا لانتهاء الغارة بعد أكثر من خمسة واربعين دقيقة طلب مننا العودة مرة أخرى من هذا ثم بعد ذلك عودت صفرات الإنذار إطلاقها هذه المدينة صحيح تبعد عن ناجوني كارباخ نحو 100 كم لكن باتت حتى الآن في وجهة نظري العسكريين الأرمينيين وقوات دفاع في ناجوني كارباخ في مرمى نيران القوات الأذربيجان يوم من ثم هذا يعني اتساع نطاق المعارك خارج حدود ناجوني كارباخ ومحيطه وأيضا زيارة العباء الإنسانية على السكان المدنيين على جانبي الحدود فيما يتعلق بالثورات السياسية لا يمكن أن نسجل اليوم أي اختراق في هذا المجال بل على العكس استمرار المطالب بواقفة لق النار دون أن تجد هذه المطالبات أي أذان صغية على أرض الواقع شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة مفادنا سمير عمر إلى متقطة جوريس المتخيمة لإقليم ناجوني كارباخ المشتعل